مازال ممكن يكون ما بيختلف معاك عشان قاطر حبك ميربت أمين؟ لا 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 ولا ده موضوع تاني؟ لا موضوع تاني خالص بعدين لا ميربت ما كانتش تعرف حسين ساعتها خالص خالص لا ده حتى لا 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 خالص ده حتى يعني بعد كده عملهم فيلم مع بعض مفريد الأطرش يعني كان لا ما كانش في الصورة خالص الأستاذ حسين كان متزوج ساعتها من من زوجته الأولانية كان متزوج وما فيش أي حاجة ما الخلافك مع حسين فاهمي كان سبوي ومتصلحتوش؟ لا 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 ومش هيحصل يعني أنا رافض رافض بات يعني أحيانا يا محمود بعد مرور سن طويل عمر طويل لس أقولك وأنا هختلف مع سين لي أو صدلي أو عند معلومات إن كنت أصدقاء في يوم الأيام كنا أصدقاء في يوم الأيام فالصديق ما يعيبش في صديقه بالطريقة اللي حصلت يعني فخلاص موضوع حسين فهي مقفول مقفول خالص مقفول خالص هو له حياته واحترم خصوصياته وحياته وأتمنى أنه يحترم خصوصياتي وحياتي وما حصلش أي تجريح من ناحيتين يعني الأضايا اللي بينكم انتهت؟ أه انتهت تلعب براءة فبحترم القضاء بتاعنا بس مش شايف إن كانش أساسا في داعينا أن توصل الأضايا لا كان فيه لا كان وصلت يعني يعني تخطت النورمز تخطت الخطوط الطبيعية في اللياقة والزمالة وإن فنان مع فنان ما غلطش فيه بالطريقة